بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هناخد Part 2 من شابتر 3 من قرس Foundations Engineering 1 اللي خاص بطلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في المستوى الثامن ونهاردة هنتكلم على إزاي نختار Depths و Location of Foundation أو عموما إشياء له Foundations أولا Depths and Location of Foundations بيعتمد على إيه؟ أول حاجة بيعتمد على يعني أنا عندي طربة هي عايزة أعرف أنزل قد إيه؟ أحط الأساس بتاعي العمق بتاعي قد إيه؟ وأحط الأساس فين؟ تحت العمود بالضبط هل هيبقى العمود مترحل؟ فين بالضبط مكان الأساس بتاعي؟ ف اختيار عمق التأسيس بيعتمد على أربع نقاط أول حاجة zone of scientific volume change in soil يعني إيه؟ يعني لازم أما إيجي أختار بعض الأساس بتاعي ده أو عمق الأساس أبعد عن الطربة اللي فيها تغيرات حجمية كبيرة لازم أبعد عنه تاني حاجة الأدجسنت structures and prepared slide يعني هل أنا عندي جار عشان أحط الأساس جنبه أو لو كان فيه عندي مباني مجورة للمبنى المبنى النقطة التالتة ground water أحطه فين؟ أحطه عند المنسوب المية هنا ولا فوق هنا ولا فين هنا بالزبط والنقطة الرابعة underground defect وده هنشوف الكلام ده كله بالتفاصيل في هذا الpart طيب فين المنطقة اللي فيها تغيرات حجمية للسويل كبيرة طبعا لما نلاقي clays have high plasticity shrink and swell considerably over and all drying and waiting respectful يعني ايه الكلام ده يعني انت عندك أول ما بتلاقي الطين الطين فيه مشكلة فيه ايه هي انه هو بيبقى ليه لدونة عالية جدا وانكماش عالي وكمان ممكن يحصل له حاجة اسمها انتفاش swelling يعني انتفاش فانا لو انا عندي ممكن ابعد عن الطربة اللي فيها المشاكل دي يبقى خير وبركة ما كانش يبقى نحاول نحلها طيب بنقول يعني ما تجيش بقى ايه نفس الكلية دا تلاقيها على الوش هي تحت اقول خلاص اخدها قريبة منين من الارض لا ده في الارض هنا هيبقى فيه تغيرات كبيرة جدا ليه عشان انت عندك هنا المية هتيجي فممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل شرينك وخلاف طيب يبقى انا ما اخدش الاساس هنا لازم انزل تحت عند مكسافة بعيدة عن سطح الارض عشان كل ما هتنزل تحت كل ما التأثير التغير او تأثير التغير والحجمي للسويل هيقل يعني هي ما بتبقاش لها تأثير انت لما تبقى العمق بتاعي من واحد ونص لتلاتة متر وده العمق المنطقي بتاع الشالو فاونديش يعني بعد العمق ده ممكن ما يبقاش فيه تغيرات حجمية ملموسة يبقى دي اول نقطة لازم اخد بالي منها النقطة التانية اللي هي الادجوسن ستراكشورز ان بروبيرتي لينز طبعا انا عندي هنا جار وانا عايز العمود بتاعي يكون فين في السنتر بتاع القعدة فلو عملنا السنتر بتاعنا هنا نفسي دخلنا فين دخلنا في جزء منين من الجار زي ما انت شايف ده لا يجوز فبنقول ان جنرال ها ديبر the foundations and close to the old structure the greater will be the potential for damage to old structure طيب الكلام ده برضك نراحي ازاي او نشوفه ازاي بنقول خلي بالك ان the structures may be damaged by the construction of new foundation يعني انا عندي بيت هنا صغير فانا عايز اعمل هنا اساسات لبرج هيطلع كبير طب ده ما حطوط له اساسات حلو؟ طب الاساسات ديت اكيد وانا بحفر عشان اعملها هتأثر على الاساسات ده ممكن المبنى اللي جنبي ماله ينهار فده اللي بنقوله the structures may be damaged by the construction of new foundation as a result of variations undermining by a-exification or lowering of the mean water table منتا عشان تعمل اساس هتنفسك بتعمل ايه؟ في مياه منسوب مياه هنا منسوب المياه ده هتبتدي تسحبه لما تسحبه هيحصل انخفاض في منسوب المياه الجوفية ممكن يحصل هبوط في المبنى المجاور after new foundations have been constructed لما ينشأ بقى the new load the place on the soil may cause a settlement of previous existing structure as a result of new stresses pattern in the surrounding a soil يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي مبنى هنا خلاص المبنى دوت موجود حلو وبعدين انت حطيت اساسات بتاعتك هنا طيب ما الاساسات ديت لو احنا خدنا two to one هيديني stresses في الحتة دي بالاضافة ان ده بيديني stresses هنا أوه، شفت الجزء ده حصل له stresses ما قاله زيادة حصل هنا زيادة في الاستربيس هنا يبقى انا خلي بالي برضك ان الاستربيس دي ممكن ت Pakistan تأثر على المبنى المجاور اللي جنبي مع انه مش جار ولا حاجة بس ممكن يأثر عليها نتيجة المبنى او المنشأ اللي انا عملت وعشان كده بقولك على العموم اما تيجي تستخدم الاساسات العميقة والقريبة من الالد ستركشور مالها هو ده اللي هيبقى السبب الاساسي انه يحصل ايه دامج للالد ستركشور وتخلي بالك منها وانت بتحط الاساس بتاعها النقطة اللي بعد كده اللي هي الجراوند ووتر يبقى تخلي بالك وردك من نقطة مهمة جدا وانت بتاخد الاساسات بتاعتك ان وجود الماء الارضية دي بيحصل ايه بتقلل لك قدرة تحمل السويل وبتخلي لك يحصل ايه كمان بتزود مقاس مين الاعداء بتاعتك وبالتالي التكلفة زادت فتخلي بالك منها والتكلفة دي لازم يعتبر فاكتور محطوط في حزبانك وانت بتختار الاساسات بتاعتك طيب النقطة الاخيرة اللي هي الاندر جراوند ديفكت ايه الاندر جراوند ديفكت فوتينج لوكيشن افكتس باي اندر جراوند ديفكتس زي مين زي الفولتس اللي هي الفوالك والكيفز والماينز والسيور لاينز والاندر جراوند كابلز يعني ايه يعني انت خلي بالك وانت بتختار الاساسات انه ممكن يكون في عندك فوالق فيه تكهفات فيه مش عارف خطوط بتاعت خطوط بيسموها خطوط الصرف الاندر جراوند كابلز فيه كابلات موجودة في الارض وباقي الخدمات اللي موجودة في الصويل شكرا اشتركوا في القناة